اعلنت منظمة الصحة العالمية ان امريكا الجنوبية اصبحت الان البؤرة الجديدة للجائحة وان البرازيل اكثر دول القارة تضرورا كما اعلنت المنظمة ان عشرة لقاحات ضد فيروس كورونا توجد في مرحلة التجارب السريرية بما في ذلك تجارب كل من الولايات المتحدة والصين واضحت المنظمة ان اللقاحات التي بلغت مرحلة التجارب السريرية شهدت ارتفاعا لتصل الى عشرة لقاحات بعد ان كانت ثمانية في الخامس عشر من مايا الماضية مضيفة ان مائة واربعة عشر لقاحة مضادة لفيروس كورونا في جميع انحاء العالم توجد في مرحلة ما قبل التجارب السريرية